محاولات انقلاب ثانية في عدن قوى ظهرت وأخرى أفلت ومبعوث أممي جديد قرار لمجلس الأمن وتعديلات حكومية وتحالفات سياسية داخلية وخارجية وأزمة ضارية وهادي كان هادي الغائب الأبرز في معادلة العام العام 2018 السنة الرابعة من عمر الحرب كانت الحرب قد صارت اعتيادا وبدأ اليمنيون في التآلف معها وأغفلوا حصر خسائرهم وبدأ وكأن العالم قد تجاهل المأساة في يناير 2018 تفجر الوضع عسكريا في عدن جراء محاولات انقلاب قادتها ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على الحكومة الشرعية سيطرت قوات الانقلاب على عدد من الأحياء والشوارع وطوقت القصر الرئاسي في المعاشيق وسط تغطية من طائرات الإمارات بدى الانقلاب حينها مكتمل الأركان وأوشك هادي على خسارة معركته الثانية لكن الرياض تدخلت في اللحظات الأخيرة لاحتواء التصعيد والوقوف في صف الشرعية أو هكذا بدى للجميع لم يكن ذلك ختام الصراع في عدن فخلال العام واجهت حكومة بندغر صراعا وجوديا في العاصمة المؤقتة قبل أن تشهد محاولة انقلاب ثانية في أكتوبر من نفس العام قدم خلالها عدد من الوزراء استقالاتهم جراء سلوك الإمارات مع اليمنيين ورئيسهم في شهر مايو تصاعدت حدة الأزمة بين الشرعية والإمارات حيث قدمت الحكومة اليمنية شكوى إلى مجلس الأمن عقب سيطرة القوات الإماراتية على المواقع الحيوية في أرخبيل سقطرة انحراف التحالف العربي عن أهدافه كان أحد أبرز أحداث العام 2018 حيث شهدت عدد من المدن اليمنية احتجاجات واسعة منددة بالتحالف وتغير أهدافه المعلنة ليصبح عائقا أمام استكمال تحرير البلاد ودعم مشاريع انفصالية ودعم جماعات تعمل على تقويض الدولة وكشفت الدولتان عن أطماع لم تعد خافية على أحد في منتصف أكتوبر أطيح بالدكتور أحمد عبيد بن دغر من رئاسة الحكومة وإحالته للمساءلة القانونية وخلفه الدكتور معين عبد الملك وفي نوفمبر عين هادي محمد المقدشي وزيرا للدفاع بعد أكثر من ثلاث سنوات من شغور هذا المنصب كانت أزمة انهيار العملة والمجاعة القاسية قد ضربت البلاد وتداعت التحذيرات من تفاقم الوضع في البلاد 2018 حضرت اليمن في الأجندات الدولية حيث أعلن مجلس الأمن الدولي في الخامس من فبراير موافقته على تعيين البريطاني مارتين جريفث مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن خلفا لإسماعيل ولد الشيخ في الثالث عشر من يونيو شنت قوات التحالف والجيش المساند للشرعية عملية عسكرية على مدينة الحديدة وفي نفس اليوم طلبت بريطانيا اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن لمناقشة أحداث الحديدة بعد ذلك بيومين دعا مجلس الأمن لإبقاء ميناء الحديدة مفتوحا رغم العمليات العسكرية المحيطة به أعقبه تنسيق أممي لإخضاع الميناء للوصاية الأممية بعد سلسلة من الإخفاقات الأممية في عقد مشاورات السلام كان آخرها في جينيف في الثامن سبتمبر استضافت ستوك هولم في السادس من ديسمبر محادثات أعلن في ختامها التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى وهدنة في مدينة الحديدة بإشراف فريق أممي لمراقبة وقف إطلاق النار في الواحد والعشرين من ديسمبر صدر قرار مجلس الأمن رقم 2451 حول اليمن يدعم اتفاق السويد حول اليمن ويتيح نشر قوات مراقبة أممية في السادس والعشرين من ديسمبر بدأ في مدينة الحديدة أول اجتماعا لللجنة الأممية بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت التي تضم طرفي النزاع اليمني والأمم المتحدة يودع اليمنيون عام 2018 بجراح وأوجاع كثيرة لكنها لا تخلو من آمال وتطلعات لما يحمله لهم عامهم القادم